رحبكم الجديد أنا حمزة الحمزاوي الاستشاري والخبير في علوم التفوق والتطوير الذاتي مع حلقة جديدة من حلقات نقطة انطلاق ونذكركم بشعارنا دوما همّا همّا نحو القمة والآن مع دخولنا إن شاء الله في العشر الأخير وأجواء العشر الأخير كل منا يبحث عن قدره وكل منا يريد جائزة ليلة القدر ومن ضمن هذه الجوائز الرائعة جدا حديث متصل بحلقة ماضية لا علاقة كان بالسكن هو البحث عن ما يسمى بالسلام وسلامٌ هي حتى مطلع الفجر إذن السلام مطلب لكن خلينا نبحث الآن عن ما يسمى بالسكن الداخلي أو السلام الداخلي رغم كل الأحداث التي تجري عبر هذا العالم ورغم كل الأخبار المسمعها في الصباح والمساء ورغم كل الضغوطات بإمكانك أن تعزل نفسك عن هذه الحياة كلها وتتصل بمن؟ بالله السلام منك السلام وإليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إذن لابد أن نحصل على هذا الموضوع إيش هو السلام؟ طيب كأنها دورة سريعة 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 يا ريت الوراء وإلا أنكم معاكم وفعلاً اكتبوا كتابةً أسردوها ذهناً اكتبوها على جواراتكم ما هي الأشياء التي تقض مبجعكم؟ ما هي الأشياء التي تجعلكم دائماً في حالة خوف؟ إيش ما كان يكون؟ أشخاص مواقف أزمنة أموال نزاعات أشخاص أياً كان أكتب كل مخاوفك وهناك ليلة ليلة عظيمة جداً ليلة مذهلة للغاية تتنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر وقد يكون الأمر الذي تريد هو يا ربي أنا بتوصل لموضوع السكن وبدي أوصل للسلام الداخلي وبدي اطمن بدي ارتاح بدي استشعر فعلاً بأنك أنت معي دائماً وطبعاً الله سبحانه وتعالى دوماً قريب وأقرب إليكم من حبل الوريد البعيد هو أنا وأنت لكن المشكلة أنا أنا أمام باستشعر أنا أريد أن أستشعر إذن خلي جائستك في هيئة القدر يا رب طلب واعي طلب هدف واعي جداً في هيئة القدر أنا أريد أن أحصل على السلام ويا سلام إذا حصلت على السلام اعتبر نفسك خلاص انتهينا من تبع النزاعات الأسرية والكثير من المخاوف الوظيفية والكثير من الاضطرابات المالية وغيره وغيراته ليه؟ لأنك أنت خلاص محفوف تماماً بالسلام وكانت قدرك وهديتك في هيئة القدر حصولك على هذا السلام الداخلي هذا مطلب يطالب به الكل بالشرق والغرب ومن كل الديانات ومن كل الأفكار ومن كل لكن أنت أنت هتطلبوا من الله بيش هتطلبوا لا بيوغا ولا ما معرف ايه ومن كل هذه الترهات إنما تطلبوا من من؟ من رب السلام إذلك همتكم نكون عالية لنحصل على قدرنا في هيئة القدر ونحصل على السلام والسلام ترجمة نانسي قنقر